أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن ثورة 30 من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الثورة حيث أشار رئيس الوزراء إلى قروج الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميدين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبهذه المناسبة التاريخية عاهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المديدة على الرئيس السيسي بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بتقدم ورقي والازدهار وعلى أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام